احتفظ شباب الوزداد بلقب البطولة المحترفة الأولى موبيليس للمرة الرابعة توالياً والعاشرة في تاريخ النادي وهذا وتعادل شباب الوزداد سلباً خارج القواعد مع شباب قسنطينا برسم الجولة السابعة والعشرين من عمر البطولة الوطنية وبات شباب الوزداد بعد هذا التعادل يملك 58 نقطة في الريادة متقدماً عن الوصيف شباب قسنطينا بفارق 11 نقطة قبل ثلاثة جولات عن إسدال السطارة وهو الترتيب الذي أهل النادي العاصمية للاحتفاظ بلقب البطولة